اهلا بكم نحن معكم على مدى ساعتين نعرض ليهم ما يجعل بالا المصريين في مصر الليلة وهذه ابرز ملفاته وهي تمحد بذلك للانشقاق ولضرب الاستقرار في هذا الوطن شيخ الازهر يعقد مؤتمرا يطالب فيه الوعاظة بالتصدي لمظاهرات 28 نوفمبر وما سمى بفتنة رفع المصاحب والسلطة في حالة استنفار وتعلن تدابير استثنائيا فلماذا التهويل من مظاهرات لن يشارك فيها معظم حلفاء الاخوان يصر اصحابها على انها سلمية بعد عام على صدور قانون التظاهر هل نجح في اخماد الاحتجاجات واعادة هيبة الدولة اما انه ما صدر الا لقمع الحريات التي اتت بها ثورة يناير نتائج واولية غير رسمية لانتخابات الرئاسة في تونس ترجح جولة اعادة بين المرزوقي والسبسي والاقمال بلغ حوالي 64.5% والجزيرة مباشر مصر تصلته الضوء من هناك على الجانب المضيئ لثورات الربيع العربية نعمل مشروع كده مع شركات الاعلانات زي ما انتم بتعملوا اعلانات يعني بحيث ان احنا نعمل زي كويس اوي ومجان اطفال المدارس في مصر وقود الاهمالي على الطرق وفي المدارس ووزير التعليم يقترح تحويل زيهم المدرسي الى لوحة اعلاناته قال يسمح قانون الطفل بذلك والمواثيق الدولية الليسمحون باستغلال الاطفال تجاريا شكرا جزيلا عمر فياض نتحول ايضا سريعا الى حسام يحيى في مواقع التواصل الاجتماعي ليعرفاء ويعرضى للمشاهدين كيف يمكن ان يتواصلوا معنا في مصر الليلة حسام في البداية كل عام انت بخير زين وانت بخير وايضا كل عام انت بخير عمر اهلا بكم مشاهدين ومتابعين عبر هاشتاج مصر اندرسكور الليلة بامكانكم المشاركة معنا كالعادة عبر صفحتين على فيسبوك وتويتر وذلك عبر كتاب التعليق او تغريدة مسبوقة بذات الهاشتاج كما بامكانكم ايضا المشاركة عبر النافذة الرئيسية للقناة الجزيرة مباشر مصر ونذكركم الان بما لدينا خلال هذه الساعة برأيك ما هو السبب وراء تطخيم الاعلامي والامني لمظاهرات الثامن والعشرين من نوفمبر القادم وكيف تتوقع هذا اليوم وفي الشق الثاني من الساعة نناقش ايضا عام على قانون التظاهر كيف ترى تبعات هذا القانون على مدار عام على الحريات وايضا حق التظاهر السلمي لمعارضي النظام اذا هذا ما لدينا خلال هذه الساعة لا تنسوا اثراء النقاش عبر صفحتين على فيسبوك وتويتر وذلك العادة عبر هاشتاج مصر اندرسكور الليلة شكرا جزيلا حسين دعوة للتظاهر بالمصاحف يوم 28 نوفمبر اطلقتها الجبهة السلفية وسمتها انتفاضة الشباب المسلم لاستعادة الهوية لكن السلطة بكامل اجهزتها اعلنت حالة تأهب للمواجهة تحذيرات وتهديدات من الامن لمن يشارك رصاص حي بانتظاركم سيناريهات الرعب تنشرها الصحف والفضائيات عن اهوال هذا اليوم وكأنه يوم القيامة وفتح السجون اغتيالات سياسية تدمير سفارات وغيرها من مشاهد الرعب المحتمل التي تخوف منها وسائل الاعلام حتى ان احد مقدمي البرامج طلب السيثي على الهواء مباشرة بان يقتل مليون شخص يوم 28 نوفمبر شيخ الازر هو الاخر اعتبرها مؤامرة كبرى ومخططة يحاكو ضد الوطن وطالب الوعاظ بالانتشار في المقاهي والنوادي والتجمعات لتوعية الناس من مخاطر هذه الدعوات الهدامة وزارة الداخلية اصدرت بيانا اكدت فيه انها ستستخدم الذخيرة الحية للدفاع عن المنشأة فمن مصلحة من هذا الترهيب والتهويل والنفق في بلونة 28 نوفمبر اذا كان حلفاء الاخوان ومعظمهم رفضوا المشاركة فيها واذا كانت الجبهة السلفية التي اطلقت هذه الدعوة تقول انها ستكون سلمية دعوة للتظاهر السلمي برفع المصاحف يوم الجمعة المقبل 28 نوفمبر الجاري اطلقتها الجبهة السلفية تحولت لحجد مضاد غير مسبوق وتحذيرات من اعمال عنف وقتل وارهاب محتمل مؤسسات السلطة الحالية ووسائل الاعلام التابعة لها تشن حملة مكثفة للتهويل وتضخيم امر تلك المظاهرات ويرجع مراقبون سبب ذلك ايضا الى انتقادات وجهتها شخصيات بارزة في معسكر الثلاثين من يونيو لحكم السيسي شيخ الازهر احمد الطيب احد اكبر الشخصيات التي ارتبطت بانقلاب الثالث من يوليو استخدم نفس الخطاب الذي استخدمه في تحريم المظاهرات الخامس والعشرين من يناير داعيان الوعاظ للتصدي لما قال انها فتنة رفع المصاحف معتبرا انها ضمن المخططات التي تحاك ضد الوطن وهي تمهد بذلك للانشقاق ولضرب الاستقرار في هذا الوطن الناس لهم مهمة مكلفين بها وخادوا فلوس وبينفزوها وزارة الاوقاف من جانبها خصصت خطبة يوم الجمعة الماضي للتحذير من مظاهرات الجمعة المقبلة ونشرت نص الخطبة كالعادة على موقعها الالكتروني والتزم بها خطباء المساجد وبالاضافة الى الاجراءات على الارض التي اتخذتها السلطة التنفيذية خاصة وزارة الداخلية وتحذيراتها فان الترهيب الاعلامي ايضا كان على اشده ووصل الى حد التحريض على اطلاق النار على المتظاهرين نزلوا مسلحين يقتلوا ولا واحد يرجع له وليس عايزة تثبض على احد انا في اليوم ده مش عايزة تثبض على مواطن ولا شخص ينزل على الجانب الاسلامي هناك من يرفض المشاركة في مظاهرات الثامن والعشرين من نوفمبر ومن بينهم الجماعة الاسلامية وحزب الوسط بخلاف جماعة الاخوان المسلمين التي ثمنت دعوة الجبهة وفي ظل هذا التهويل والترهيب يبدو ان البرصة وفق المراقبين دخلت ايضا على الخط بعد خسائر فادحة منيت بها نهاية تعاملات الاثنين تجاوزت الاثنى عشر مليار جنيه والسبب تخوف المستثمرين من جمعة رفع المصاحف ولمناقشة هذا الموضوع ارحب بضيفي في السوديو مصر ليلة الكاتب الصحفي الاسد محمد القدوسي وسيكون معنا ضيوف اخرون في ثناء الحوار تفسيرك ايه لهذا التهويل من 28 نوفمبر وكأنه سيحدث شيء عظيم كبير يعني سيغير مصار مصر ويضرب استقرارها في 28 نوفمبر الاول لانه العقلية الامنية تقول كده العقلية الامنية يقولك ما تقوليش ده عائل صغير ممكن يكون شايل قنبلة كبيرة ما تقوليش ده خمس تنفار ممكن لو انضربوا وسرخوا وينزلوا خمس تلاف فالعقلية الامنية ماينفعشي انها تفوت الصغيرة ولا تنسى ان الجزء الاساسي من مؤامرة انقلاب 3 يوليو كان الغطاء اللي استخدم في 30 يونيو واللي القائمين على السلطة في ذلك الوقت استهانوا به جدا واعتبروه لا شيء يعني كان المخابرات شغالة على اتجاهي الاتجاه اولا انها بتبنج اللي هي مستهدفة اسقطهم وقد نجحت في ذلك والاتجاه التاني انها بتحرك اللي هي مستهدفة تحركهم فمن بيبنج النظام دلوقتي لا حاجة بيبنج هو مش عايز يتبنج هو مش عايز يتصرف وكأنه لا هو ألرتت جدا يعني عارف انت فكرة انك انت عارف انك عارفت تعمل ده لانك بنجت اللي قبلك فانت هلازم هتبقى عارف زي عبد الناصر ولا يبنج المؤمنوا من جحر المرتات عبد الناصر مثلا لان هو اللي كان بيقرأ وبيعمل هو كان هو ويسف صديق وحكال موحدين اللي كانوا بيقرؤوا كده فوسط الزباط الاحرار فهو عرف سكة الثقافة والقراءة والكتابة دي قطع روسل ما حدش يجيني بثقافة بعد كده حدش يجيني بكتاب بعد كده طيب ازا كان العدد اللي هيطلع محدود هم تقديرهم كده يعني وان دي يعني وان الاخوان يمكن ينزلوا وممكن ما ينزلوش الله أعلم هم بيدعموا للتحرك ده بس ما قالوش واذا نزلوا قاديهم بينزلوا قاديهم سنة ونص ايه الخطر الخطر يحصل من ايه الخطر جاي من ايه لانه العنصر الجديد بس هو المصاحف والشراب المسلم ايه الخطر اللي هو ده بقى فكرة انك انت ندخل كونسبت جديد ندخل مفهوم جديد بتقول ان المسألة مسألة هوية ومسألة اسلام الاول هل ده وده هي نزل الناس من بيوتها يعني لا مش كده فكرة الكنسبت انت بتطرع بترمي كونسبت جديد فيه انصر هل اصول عليك ارهابي ودب دب اه هو شوف بقى هيقول عليك ارهابي ليه اسبر علي يا بقى وهي دي المعضلة برضه وهيقدر انه يجنجح شوية بس يعني ايه جنجح دي يعني يعني انا مش عايز اقولها التانية اللي هتنسبك اللي ما انتقى في مصر يعني يقول اي كلام يعني عارف انت فكرة رفع الصوت والبتاعه اللي هو بيعمله الاعلام بتاعه دلوقتي هيقدر انه ايه جنجح كده شوية لكن مش هيقدر انه يسبت كلام ليه لان انا كان عندي مثلا في مسبيرو اترفعت السلبان ومحدش قال ان ده ده تفريق للامة ولا مش عارف ايه والحاجة التظاهر في الاص حتى رفع السلبان لم يمنع من انه يفضع اتصال مسكيرو مفهوم وانه يموت ناس من المتظاهرين انا بتكلم على اللي هو وايه داس عليهم بالمدرعات يعني مصليب كان على الارض يا سيدي على راسي انا عايز اقولك على حاجة هو المصحف اللي هو مجموعة من الاوراق اكثر قداسة من المسجد اللي اتحرق ولا اكثر قداسة من روح الانسان وجسده الذي انتهت لزواله السماوات والارض اهوان عند الله من سفك ده من امرئي مسلم اذا اللي سفك دماء الناس واللي حرق المساجد مش هيصعب عليه ان يدوس على مصحف يعني لكن هي الفكرة انه شايف النظام بقولك كده فيه كونسبت جديد هو مش عايز الكنسبت ده يتحط على الارض خالص يعني هو بيحاول انه يحزف من العناصر اللي بيتوجهه فبقولك هو لما جات المصحف اترفعت السلبان اترفعت محدش قال دي طائفة ليه فكرة التظاهر فكرة انك تعبر عن رأيك كما تراه وعن موقفك كما هو كما انت عليه هو صحوه مش هيخاف من انك انت رفع المصاحف او مش رفع المصاحف هو يخاف ان انت تنزل وينزل معك الشعب هو شوفي عزيزي هل 28 نوفمبر فيه اي فرصة ان الشعب المصري ينزل علشان يؤيد هذا الازل المزارع بسم الله الرحمن الرحيم الاجابة نعم ليه بقى مش ممكن مش 28 نوفمبر 28 يناير 28 نوفمبر السلب بعدها انت حتكون زي ما بقول لحضرتك كده اضفت بعد جديد او اضفت عنصر جديد الى العناصر الثاني فيه فريق بالمناسبة لو القعدة كده في الحراك الشعبي لو لم يكن لهؤلاء من يمثلونه على الارض لما تحركوا على هذا المحن طيب معنا ايضا الدكتور يشام كمال المتحدث باسم الجبهة السلفية الجبهة السلفية صاحبة هذه الدعوة دعوة انتفضت الشباب المسلم يوم 28 نوفمبر اولا السلطة هل اتصلت بكم وحاولت اثناءكم عن هذه الدعوة الحمد لله صلى الله عليه وسلم وحاولا مرحبا الامر السلطة لم تحاول لقام بان كل ما تحاول السلطة من الان في هذه الاولاة طيب يعني لا توجد يعني السلطة الطبيعي انه لما يكون فيه مظاهرة حسب قانون التظاهر حتى ان المفروض وزير الداخلية حاول يقول لكم طب ايه المشكلة طب ما تيجوا نحلها ما حده ما حصلش مش كده ما حصلش لان قانون التظاهر بيقول كده بس هو بيعترف 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 بهذا القانون يعني المفروض على اللي يتصلوا بيكم يعرفوا انتم زعلانين ليه يعني مين اللي حرق المصاحف مثلا عشان تنزلوا ترفعوا المصاحف على اللي يسألكم السؤال ده لا احنا مش مصاحف مني من حرق المصاحف عشان تطلقوا مصاحف المصاحف هو اولا استخدت مني حرق حيوة فيه فيه مصاحف الخرقات فيه مصاحف بيت عليها فيه مصاحف اتامت من نفس السجوء والضباط امن الدولة وغض نظر عن هذه الأمور التي تحدث من عالم هو في الطرقية الكارئة في شعائر الإسلام وشعائع ولكن هناك حرق المساجد تشويه لكل ما هو إسلام هناك مانع من الدعوة في المساجد هناك إظهار هناك إظهار لعلماء السلطة هناك تشويه لكل ما هو شرحي هناك إعطاء بحاج كبيرا جدا لكل ما هو ناديه هناك وضائف مثلا زي النملة من علماني اسمحلي اسمحلي وسنشام كمال اسمحلي سنعود إليك لكن نتحول الآن نتحول الآن إلى العاصمة الإيطالية نتحول الآن المشاهدين إلى العاصمة الإيطالية روما حيث المؤتمر الصحفي الذي يعقده السيسي نكتفي إذن بهذا القدر من مؤتمر السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي في روما في خلال زياراتي الحالية لإيطاليا والفاتيكان وجولاتي الأوروبية التي ستتشمل أيضا فرنسا بعد ذلك وطبعا لمن يريد أن يتابع هذا المؤتمر فهو سيكون بإذن الله على قناة مباشر العامة الجزيرة المباشر العامة أبرز ما جاء في هذا المؤتمر أنه حسب مقال وزير رئيس الوزراء الإيطالي أن الشهور المقبلة ستشهد تعاونا مثمرا بين مصر وإيطاليا وأن السيسي توقع دعما أوروبيا لمصر في المرحلة المقبلة وفيما يتعلق بكلام رئيس الوزراء الإيطالي فإنه أيضا لم يرد أن يعقب على الوضع داخل مصر لكن يعقب على الوضع في ليبيا وقال أنه خطر على الجميع وأنه يحتاج إلى تعاون الجميع من أبرز مقال السيسي فيما يتعلق بليبيا أنه سياسة مصر فيما يتعلق بليبيا هي سياسة واضحة وقديمة أنه أولا وحدة الشعب وتقوم على ثوابت وحدة الشعب وحدة ليبيا وأنه الشعب لا يبتز والدعم الشرعية هناك والجيش الليبي وأن مصر لا تتدخل بجنودها داخل الحدود الليبي وإنما تحمي حدودها فقط أما فيما يتعلق بإرسال قوات مصرية إلى فلسطين حال التواصل إلى اتفاق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين فقال السيسي أنه ذلك جاء في إطار أنه يريد أن يطرح ويريد للجميع أن يطرحوا مبادرات جديدة وقارن بين الوضع الآن والوضع قبل اتفاقية السلام سنة 79 وقال أنه لابد أن يعطى للفلسطينيين دولة حتى يشعروا بالأمل لأن عدم مبود أمل لدى الفلسطينيين هو الذي سبب الإرهاب فيما تعلق بالمصالحة وجهودها قال إن الكرة ليست في ملعب مصر وإنما في ملعب الآخرين أعود إلى ضيفي فيها للسوديو الأستاذ محمد القدوسي الكاتب الصحفي تقييمك سريعا أولا لهذه الزيارة زيارة فيها حفاوة بالغم بابا الفاتيكان من رئيس الوزراء الإيطالي وكأن الاتحاد الأوروبي بالفعل سيعيد العلاقات إلى طبيعتها مع مصر يعني هو الاتحاد الأوروبي ما كانش باوز العلاقات مع مصر وأنا قلت أنه ذا انقلاب أشتن وأوباما يعني هم اللي عملينه على أدهم هم اللي بيرعوه سيبك من التصريحات دائما وأبدا التصريحات هي أرخص الأشياء ثمنا في مجال السياسة ويبدو أنها الشيء الوحيد الذي يعاول عليه السيسي يعني مثلا احنا شفتها رئيس الوزراء إيطاليا تكلم بوضوح لما بيقولوله هو زيارة السيسي دي ايه برنامجها ولا إيجاد وقال لهم ليبيا بشكل واضح جدا وبشكل محدد وقال لهم أنه ليبيا اللي بيحصل في ليبيا بشكل خطر على الجميع وبالتالي إحنا جايبين السيسي هنا عشان نزبط معاه إحنا هتصرف الزامع على ليبيا دا كان كلام رئيس وزارة إيطاليا السيسي لما جاي تكلم قال والله إحنا عندنا سوابت جينا ندور على السوابت دي طلع إنه ما قالش حاجة خالص قال موضوع إنشة كبير يناقض الواقع زي ما قالك أصلنا في ليبيا مدعم الشرعية لا هو دا مش سؤالي إحنا عارفين موقف السيسي من ليبيا وناقشنا كتير لكن الناس قالي إنه الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة أولا سيزور فرنسا أيضا وزار رئيس وزراء اليونان زار مصر ورئيس قبرص زار مصر يعني يبدو إنه فيه نوع من التطبيع في العلاقات الزمان ما كانش بيجي غير كاثران أشتون بس مش أكتر ممكن وفيش أي مسؤول مصر يزار أوروبا تقريبا المسألة مسألة الناس كاد يولدية عن بس المسألة مجدولة هنعمل إدلاة عند انقلاب عسكري صريح وجاي لسه ما فيش أي حتى ديكوري يغطيه فما ينفعش إنه نعمل معها علاقة مفتوحة يعني هم خلاص طوه صفحة الانقلاب لا ما طوهاش هو بدأوا في علاقة أكثر انكشافا بدأ المستخب يبان ده كل الموضوع لكن هو ما فيش على الأرض ما فيش أي تغيير لا جوهاري ولا حقيقي طيب إحنا معنا أيضا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول مصطفى البدري عضو المكتب السياسي للجابة السلفية ونعود بطبيعة الحال إلى موضوعنا الرئيسي وهو مظاهرات 28 نوفمبر يعني من تتوقعون أن يخرج في هذه المظاهرات لأنه من اللي احنا شايفينه أنه الإعلام عمال يهول أن المظاهرات دي ستبقى مصيبة سهودة والسلطة واخدها تدابير استثنائية وقالوا أن نحنا نضرب نار حي رصاص حي والدار الإفتاء قال الدعوة مشبوهة والأوقاف قال الدعوة مشبوهة والأزهر قال أن هي فتنة طب مين اللي هيطلع في هذه المظاهرات في رأيكم إذا كان حزب غد الثورة قال لا حزب الوسط قال لا حزب طبعا مصر القوية مش هيخرج كثير من الستة أبريل قالت لا كثير من الناس مش هيخرجوا في هذه الجماعة الإسلامية نفسها قالت لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى الله عليه وسلم أجمعين أولا لابد أن نؤكد أن دعوتنا عامة لعموم الشعب المصري ليست خاصة بطائفة دون طائفة والأمر الثاني أن القوى المعارضة والراغضة هي خاصة بطائفة دون طائفة لأن حضراتكم هترفعوا المصاحف وبالطالبوا بانتفاضة الشباب المسلم يعني هي للشباب المسلم مش لأي شباب تاني فهي لطائفة دون طائفة نحن سنرفع المصاحف ردا على من قال أننا سنرفع السلاح لكن قد استجاب بعض المسيحيين لهذه الدعوة لأنهم يعلمون أنها ليست طائفية استجاب الليبراليون كذلك لهذه الدعوة لأنها ليست دعوة طائفية وأنا أريد أن نؤكد أن بدنا استجاب 먼저 هذا الدعوة استجاب المهندس هاني سوريال المهندس هاني سوريال أعلن استجابته لهذه الدعوة المهندس هاني سوريال مقيم في سوريا غير مقيم في مصر هؤلاء هؤلاء ليسوا من الشباب المسلم وهؤلاء استجابوا ولو حتى معنويا هذا اندل دل على أن الأمر ليس طائفيا ما هو اسمح لي ما هو يعني احنا بنتكلم على مصر مصر مين الاستجاب فين الشباب اللي براريين الاستجاب معه يعني في مصر الآن عندنا تنسيق عندنا عندنا تنسيق مع مجموعات كبيرة جدا يعني آثرت اللي تعلن عن نفسها خوفا من الضربات الأمنية التي تحدث الآن والتي تنال الجبهة السلفية منها النصيب الأكبر لكن حتى بعض الجماعات التي أعلنت أنها لن تشارك شبابها يساهم معنا وينسق معنا وسيكون موجودا في الشارع اليوم الذي سيكون مفاجأة للجميع بإذن الله تبارك وتعالى فالمسألة يعني أنا أؤكد أنها ليست طائفية وليست يعني طيب احتياطاتكم أنتم حتى لا تحدث مجزرة كمجزرة رابع العدوية ونهضة مصر ومجزرة رمسيس ومجزرة 6 أكتوبر يعني حدثت مجازر كثيرة في العام ونصف الذي مضى إيه اللي يمنع أن يحدث مجزرة جديدة وينصرف كل الناس إلى حال سبيلهم لكن لن ينصرف يعني أشخاص آخرون سيقتلون في هذا اليوم نتمنى أن لا يحدث ذلك لكن هؤلاء لن يعودوا إلى أهلهم إيه اللي هيحصل غير أن بعض الناس لن يعودوا إلى أهلهم في هذا اليوم أول هذه الاحتياطات أننا لا نعلن عن خطاتنا كاملة حتى لا تقع في أيدي ميليشيات الأمن وتبدأ تتعامل معها عندنا الحمد لله تنسيق كامل مع قيادات ميدانية ستقوم ببعض أمور معينة سيكون لها تأثير في أن تتصدى لميليشيات الأمن وأن تمنع يعني ميليشيات الأمن من أن تقتل المتظاهرين أو أن تفضل التظاهرات وقد يكون من ضمن ذلك أن لا تعلم أصلا ميليشيات الأمن نعم لكن الأمن معه رششات أنتوا معكم إيه؟ معنا كتاب ما يتبعون تعالى نؤكد على أن ثورتنا سلمية وأن السلمية هي خيارنا استراتيجي لإنجاح هذه الثورة يعني هذا أمر مفروغ منه ولا داعي لتكراره لكن هذا من باب التأكيد الأمر الآخر أن الثورات مهما قدمت من تضحيات تنجح في النهاية بالحشود الشعبية وبالطوفان البشري الذي يواجه مثل هذه الرصاصات الذي سيبدأ بإذن الله بشكل جديد يوم الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري وهل تتوقعون طوفانا بشريا في ثمانية وعشرين نوفمبر؟ نعم بإذن الله نحن وجدنا تفاعلا كبيرا جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي نجد الآن تواصلات من كل الاتجاهات ومن كل التيارات حتى يشاركوا في هذه الانتفاضة نحن عندنا يقين في الله تبارك وتعالى أن ميليشيات الأمن لم تتحرك بهذا الشكل إلا لأنها متأكدة من أن الشارع سيمتلئ وأن أعداد كبيرة وضخمة ستكون في شوارع وميادين مصر يوم الثامن والعشرين من نوفمبر المقبل أشكرك شكرا جزيلا المتحدث عضو المكتب السياسي للجابهة السلفية الأستاذ مصطفى البدري كان معنا عبر الأقمار الصناعية من اسطنبول نشوف أيضا مشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أي توقعاتهم كمان اليوم 28 نوفمبر وهل شايفين أن الحملة التخوفية من هذا اليوم مبررة ولا غير مبررة؟ ساميحي زين تعليقات متضربة جدا بين التخوف من اليوم واعتباره يعني بالونة أمنية خصوصا أنه بيأتي قبل يوم واحد فقط من جلسة النطق على مبارك وما بين الآخرين اللي شايفين اليوم ده خطوة همة جدا في معارضة الانقلاب العسكري نذهب الآن إلى فيسبوك ونبدأ بأحمد عبداللطيف بيقول عايزين يصنعوا بالونة أمل للشعب الثائر وبعدين تفرقع مع انتهاء اليوم ويتصدم الشعب ويأس فجأة ويبطل مظاهرات ده رأي أحمد ومنه إلى تعليق آخر لأماني يوم ثور بامتياز وليس نهاية المطاف والإعلام يعمل على تطخيمه حتى إذا بقى بالفشل يحدث رد فعل عكسي وخيبة أمل ده توقع أماني أحمد حسونة بيقول يوم 28 الأربع صوابع هتطلع لها ضوافر بالطبع يعني الكثير من المشاركين خلال اليوم بينفو الكلام ده مجدي بترد على أحمد بتقول عشان لو قاموا بقمعهم وقت لهم يكون هناك من يتفهم ذلك وإنه بسبب دعوات العنف وهذا لم يحدث بل هي مظاهرات سلمية ونتقل إلى تويتر نبدأ بهاني اليوم ده فخ كبير ربنا يسطر وما يكونش ربعة تاني أتوقع مجزرة بشرية البلد من النهاردة ثكنة عسكرية تغريدة أخيرة من محمد مش هيحصل حاجة حملة اعتقالات ومبارك يخرج تاني يوم في الزحمة بحكم المحكمة اليوم المفروض المحكمة تحكم في غضية مبارك إلا لو أجلت بقى تاني أو عاشر مرة تقريبا صحيح شكرا جزيلا أن حسام يحي وأشكر أيضا ضيفي فيه لسوديو الكاتب الصحفي الأستاذ محمد القدوس شكرا جزيلا ما زلنا معكم في مصر ليلة وفي البرنامج بعد الفاصل بعد عام على صدور قانون التظاهر هل نجح في إخماد الاحتجاج وإعادة هيبة الدولة أم أنه ما صدر إلا ليقمع الحريات التي أتت بها ثورة ينايا أحرام على بلبله الدوح حلال للطير من كل جنسي هذه حال كل من شارك في ثورة يناير بعد عام على صدور قانون التظاهر ذلك القانون الذي حل التظاهر لأهل النظام وعشيرته وحواريه وفلول النظام القديم وحرمه على شباب الثورة ففي مثل هذا اليوم من العام الماضي أصدر عدل منصور قانون تنظيم التظاهر الذي كان يحتوي على 25 مادة وزعت على أربعة فصول كان الهدف هو تحويل التظاهر السلمي من حق تكفله الدستير والقوانين وقرته على أرض الواقع ثورة يناير باعتبار أحد مكتسباتها إلى هبة ومنحة حكومية يعطيها النظام لمن يريد ويمنعها عن من يريد وعلى الرغم من حالة الغضب التي انتابت المئات من شركاء السيسي في رسم خارطة الطريق ودخول العشرات منهم السجن اعتراضا على هذا القانون وعلى الرغم من الانتقالات الدولية والحقوقية للقانون إلا إن النظام ما زال متمسكا به فما أهمية هذا القانون لبقاء النظام وإذا كانت القوانين تمنع سقوط الأنظمة فكيف سقط نظام مبارك وبن علي وغيرهما في مختلف أنحاء العالم يبدو أن تلك اللهجة التي حاولت الظهور في لباس الحسم والقوة قد ذهبت أدراج الرياح بعد أن فشل قانون التظاهر على مضار عام كامل في وضع حد للمظاهرات الرافدة للانقلاب العسكري كما بات القانون الذي صدر في غياب البرلمان عنوانا على أزمة حقيقية بين النظام وشباب الثورة عند صدور القانون قبل عام كان النظام يأمل في وضع حد للتظاهر وإنهاء كافة أشكال الاحتجاج بدعوى تكريس احترام القانون هيبة الدولة كانت الشعار المعلن لتبرير تقييد الحق في التظاهر هذه لحظة اختبار لهيبة الدولة اختبار لقوة الحكومة اختبار لمدى تعاطف وقوة الشعب المصري في حماية بلده القانون استهدف بداية المظاهرات الرافدة للانقلاب العسكري من جانب أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أصبح بعد ذلك على رافض الانقلاب أن يطلب من الداخلية التي تلاحقهم الترخيص لهم بالتظاهر القانون هذا معمول للإخوان بعد صدور القانون نظمت مجموعات شبابية وحركات ثورية محسوبة على ثورة يناير وقفات للتعبير عن رفضها لتقييد الحق في التظاهر النتيجة الفورية كانت السجن لمجموعة من القيادات الشابة في مقدماتهم مؤسس حركة السادس من ابريل أحمد ماهر إضافة إلى النشطاء محمد عادل وعلاء عبد الفتاح وأحمد دومة القانون إذن استهدف الجميع وإن بدأ بالإخوان وشيئا فشيئا أحدث فجوة متزايدة بين شباب الثورة والسلطة القانون اشترت تقديم منظم التظاهرة طلبا لوزارة الداخلية على أن يشمل الطلب الأعداد والزمان والمكان وأسماء المنظمين مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين بين السجن والغرامة كما يتيح لقوات الشرطة استخدام القوة ورغم رفض معظم القوى الثورية له فقد جرت محاولة فرض القانون بدعم من قادة وأنصار الانقلاب أخيرا للحكومة صحيط يأم وطلعت قانون التظاهر فعلوا وبالجازمة يؤكد الحقوقيون أن القانون بالإضافة إلى عدم دستوريته قيد الحريات العامة التي قامت من أجلها ثورة يناير تحول القانون إلى مادة للسخرية السيسي وقبل توليه السلطة رسميا اعتبر القانون ضرورة للقضاء على الفوضى أمر في مصر لن يستقيم من التحديات الموجودة في مصر لن تستقيم بحالة الفوضى الموجودة بالشكل اللي كان موجود فيه وكان أحد أدوات ضبطه هو قانون التظاهر القانون ملبث أن تحول إذن إلى أزمة سياسية ودستورية بعد أن أصبح شوكة في حلق الثبار وصداعا مزمنا في رأس النظام بات القانون مؤشرا على أول تصدع حقيقي في جدار ما يعرف بتحالف الثلاثين من يونيون ولمناقشة سنوية قانون التظاهر ورحب بضيفية في استوديو مصر الليلة أحمد مفرح مسؤول ملف مصر في منظمة الكرامة لحقوق الإنسان أهلنا سهلا بك ومعنا أيضا الأستاذ عمر عبدالهادي الناشط السياسي وعضو جبهة الضمير والمحامي حالة كثيرة يعني أهلنا سهلا بك سنة مرت على قانون التظاهر هل يمكن القول عمر عبدالهادي أن القانون نجح فعلا في أنه يجعل التظاهر مخاطرة كبيرة يحسب لها ألف حساب وتجعل الناس تردد أنها تنزل الشارع ترفع ورقة حتى نجح حالة ما نجحش لا يعني خليني أول أقول أن النهاردة ثلاث ضربات في الرأس توجع يعني خطاب السيسي وسنوية قانون التظاهر وعيد ميلادك يعني بالراحة علينا عيد ميلادي مش ضربة يعني أنت مستقصبنا كمان في عيد ميلادك الوقت خلص لا يعني هو طبعا لا طبعا هو منجحش طبعا إنما أنا كان ليه مداخل عندك وأنا كنت في مصر في وقتها وقت خروج قانون التظاهر أنت ظهر وقلت هذا قانون التظاهر غير مقصود به أبدا مؤيد الشرعية وأنصار الدكتور محمد مرسي هو مقصود به الطرف الآخر اللي هو النشطاء وغيره والنشطاء الموجودين في الجماعات الأهلية وغيرها وده فعلا اللي بان لأن كان المؤيدين الشرعية كانوا بيحكموا بقانون الإرهاب وبقوانين أخرى وقوانين عسكرية واللي وحل عسكريا واللي وحل غيره فلا يعني هو قانون التظاهر كان مقصود به فعليا هي الفئة التي كانت متخوف من عودتها طب إذا كان ممنعش التظاهر كان لزمته إيه يعني يعني اللي طلعه أكيد عارف هو هيستخدمه إزاي آه طبعا استخدمه إزاي بقى يعني هو لا أنا شايف أنه هو فشل تام في استخدامه بدليل مثلا أنه هو يمكن أنا كنت أتكلم على الأستاذ أحمد قبل الهوى يعني حتى ويكي الثورة كان تقريبا 1500 اللي اتحكموا لغاية الآن على الجانب الآخر مؤيدين الشرعي إحنا عندنا تقريبا العدد يمكن الأستاذ أحمد يصلح لحوالي 40 ألف معتقل فإحنا إحنا يعني أمام إيه أمام النشطاء ممكن النشطاء دول بيعاملوا شوية بدولة القانون فخرج لهم قانون التظاهر ولم يستطيع يعني التعامل به بدليل أن أحمد ماهر وأحمد دومة لزاله طبعا قيد المحاكمة إحنا معنا أيضا عبر الهتف من القاهرة أسعد هيك لعضو تحالف العدالة الاجتماعية وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين أستاذ أسعد أهلنا سهلا بك فأعتقدك يعني القانون ده حقق إيه ماذا حقق هذا القانون لمصر أستاذ أسعد هيكل إحنا كمان عايزين ناكل عيش فأرجوك جاوب على السؤال بتاعنا شوفنا أستاذ زين يعني أنا أنا مع الناس في الشارع حاليا آه تمام أحنا رحزنا فأنا محب أسمع عراء الناس فأنا أقولت له والله اللي أنت هتقوله أنا هبلغه القناة الجزيرة طبعا فالراجل معي بيقول لي إحنا عايزين ناكل عيش مش فرق معانا من يمسك من يحقق أنا عايزين ناكل عيش وعايزين استقرار في الدنيا كل الناس عايزة كده أنا متأكد من هذا كابليني أأخذ من دي مدخل يعني وأقول إن إحنا المداء إن إحنا يعني معرضين للقانون التظاهر ودينا عليه تعافزات كثيرة جدا منذ أن صدر وأدينا هذا الموضف في بيان رسمي ولكن خليني في الحقيقة أقول إن إحنا كنا حققنا خطوات إيجابية نحن تعديل هذا القانون وأغز ملاحظات مجلس القوم من الحزبان وأغز ملاحظات القوى الوطنية يعني إحنا الحقيقة مش بنقاش تعديله دلوقتي لأنه ما فيش أي خبر عن تعديله لسه يعني ما حصلش لكن أنا بسأل سنة دلوقتي إحنا يعني تقدر تقول عاملين محاكمة القانون التظاهر سنة دلوقتي مرت على القانون التظاهر ماذا حقق هذا القانون للدولة المصرية يعني شوفوا يعني فيه جزء إيجابي وفيه جزء كبير سلبي عشان نكون منصفين الجزء السلبي اللي بالبغد كده وببساطة جديدة ده في ناس راحت في رجلين في مظاهرات التي اللي يدعى الإخوان فيها أنهم عايزين يعود الشرعية وما إلى ذلك أو حتى المظاهرات اللي هي منتظر حدوثها ما يسمونها ثورة إسلامية لد الكفار ثورة إسلامية لد من يعني ما تبقى لد الكفار على حسب ما هما بيعمدوا لا يعني أنا مش هسألك عن السلبي في هذا القانون إيه الإيجابي في هذا القانون إيه الحاجة الإيجابية اللي عملها لمصر يعني شوف إحنا بنعتبر إنها فرحالة انتقادية إنها حالة انتقادية تتطلب قدر من الهدوء لنقل البلد وإنشاءها أو إقامة مؤسسات كانت غائبة على رأسها المؤسسة بأسلية ومؤسسة برلمانية طب هل هذا القانون هذا القدر من الهدوء؟ مش هقدر أقول كده بس أنت هتقدر أنك أنت تشيل من حزبانك أن أنك فصيل خرج عن الإجماع الوطنية وفصيل جماعة الإخوان المسلمين اللي لسه بينزل في الشارع وفي الحالة يأثر سلب في المكاسب اللي حققتها بقول وطنية وعلى رأسها ونقضت هذا القانون الدعوة إلى إلغاء يعني هم حتى مش بدينا فرصة إن إحنا نقدر نخاطب السلطة نحو إلغاء هذا القانون وتعديله بما يتمشى مع الواقع المصري وما يحقق المطالب إن أكيد طبعا الناس عندها مطالب طيب إذن القانون في رأيك يا أستاذ أسعد أفهم من كلامك إن القانون لم يحقق أي شيء إيجابي ما أقدرش أقول كده وما أقدرش أقول إن القانون محققه شيء إيجابي لكن أقدر أقول إن أنصاره السلبية انعكست بشكل يعني غير مرضي على الواقع المصري أشكرك شكرا جزيلا لأستاذ أسعد هيكل عضو لجنة الحرية بنقابة المحامين أشكرك شكرا جزيلا معنا أيضا عبر سكايب من القاهرة محمد مصطفى عضو المكتب السياسي الحركة 6 إبريل محمد أهلا بك معنا عبر الهاتف من القاهرة محمد مصطفى هل أنتو كـ 6 إبريل معتبرين القانون ده أثر بأي شكل من الأشكال على حرية التزاور في مصر هو الهدف من القانون زي ما قال دفق العجيز في الأساس هو كيفية التخلص من المشاطاء السياسيين ومشاطاء المدنيين وما يسمون في مهم الساورة هو ده الهدف الرئيسي منه والقبض على بعض رموز هذه الكوة وطبعا يعني لا يخفى أنا حديث أنا مش حد ما حد شعف نجح في كده ولا ما نجح هل نجح في ذلك ولا لم ينجح لا أنا شايف أنه هو بالنسبة كبيرة جدا لم ينجح فده لأن الغاية أول إبناء الغاية يوم محمد محمود أشكرا هم برضو مصررينه وبينزلوا وتظهروا وبينزلوا وتظهروا في الأماكن اللي بيقولوا عليها وما فيش أي مشكلة وده أشكرا أشكرا مشكلة أكبر كمان النهاردة بيقول للناس انزلوا تظهروا بقانون التظاهر احنا كان عندنا من عشر تيام بالضبط عمال شركة اسمه شركة بيترو تريد عمال الشركة دول أصدروا تصريح من هم يروحوا يتظهروا عند الاتحادية أشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا محمد مصاف عضو المكتب السياسي الحركة 6 أبريل أحمد مفرح مسؤول ملف مصر في منظمة الكرامة لحقوق الإنسان منذ قانون التظاهر كم عدد من اعتقلوا بموجب هذا القانون بسم الله الرحمن الرحيم يعني ما فيش تقدير رسمي لكن التقدير التقريبي أن هناك أكثر من 1500 شخص تم اعتقالهم وأدخل منهم 309 أشخاص المحكمة حتى الآن كان طبعا المحكمات التي تمت خلال الفترة الماضية كان أقصاها الحكم الصادر ضد علا عبد الفتاح والـ 24 معابل السجن 15 سنة وبعدها على طول كانت الأحكام الصادرة ضد ديارة حلالة 23 بس هذه أحكام مش بموجب قانون التظاهر لا بموجب قانون التظاهر بموجب قانون التظاهر التهمة الرئيسية اللي علا عبد الفتاح في هذه القضية هو التحريد على التظاهر ودي فيها 15 سنة حسب القانون حسب نص القانون نفسه أعطى هي من ضمن التهم هي التهمة الرئيسية لكن هناك تهم أخرى تم القادي تعمل على إصدار الأحكام بخصوصها لكن طبعا هناك الحكمة الغريبة جدا للصادر ضد الأختين رشا وهند منير 25 سنة كان من ضمن الأحكام كان من ضمن التهم كان أيضا طهمة التظاهر لأنهم تظاهر أقول حاجة تانية لا هي لست من التهم ينظر فيها القاضي لأن القانون التظاهر ما فيهوش هذه العقوبات المغلظة لا قانون التظاهر فيها عقوبات مغلظة لكن هذه العقوبات بجانب هذه التهمة تهمة التظاهر أو التحريد على التظاهر هناك العديد من التهم الأخرى التي تعطيها النيابة العامة أو تفرض النيابة العامة في التحقيقات حتى يصير القادرية القضية كلها لكن في الأساس التهمة التي هي التحريد على التظاهر منذ قانون التظاهر 1500 من حوالي كم معتقل؟ لا نحن نحدث عن هذا هو الرقم التقريبي التقريبي في الذين تم اتهمهم مشكلة مباشرة بالتحريد بالاتهمات في قانون التظاهر أشكرك شكرا جزيلا مش عارف عندنا وقت نشوف فقرة أرأي المشاهدين ولا عندنا صدر حسين صدرنا وقت قليل صحيح حالة إجماع على رفض قانون التظاهر هناك أكثر من هاشتاج بيحمل اسم يسقط قانون التظاهر بالإضافة إلى صفحات عديدة ضد القانون ويتجاوز أعداد متابعيها عشرات الألف نذهب الآن إلى فيسبوك مصر الليلة ونبدأ بمحمد حامد بيقول قانون التظاهر شماعة عشان القوى اللي كانت عاملة نفسها ثورية تبطل تنزل الشوارع وتقول غصب عننا تعليق آخر من إسلام اللي مش عجبال بلد يمشي منها وأرض الله واسعة يعني متى تظاهرش اخلع على طول من رأي إسلام وأيضا تعليق آخر من عز لابد من قانون التظاهر لمنع الإخوان من إفساد النظام والعربدة باسم الحرية وجهة نظر عز ومنها إلى تويتر علي حسام ولو عملوا ألف قانون وقانون برضو مش هنسيب حق الشهداء والمعتقلين مكملين لآخر نفس تغريدة الأخيرة للمرشح الرئاس السابق حمدين صباح بيقول قانون التظاهر ظالم إنسانيا باطل دستوريا وغبي سياسيا لم يقف العنف ولم يحقق على استقرار شكرا شكرا جزيلا عسام يحيى كده في خمس أحداثنا شكرا شكرا جزيلا وانت طيب يا فندم أستاذ عمر عبدالهادي وعضو جابة الضمير أحمد مفرح من منظمة الكرامة وما زلنا معكم في مصر ليلة وفي برنامج بعد الفصل نتائج وأولية غير رسمية لانتخابات الرئاسة في تونس ترجح جولة إعادة بين المرزوقي والسبسي والإقبال بلغ حوالي خمسة ستين بالمئة والجزيرة مباشر من مصر تصلت الضوء من هناك على الجانب المضيء المتبقي في الثورات الرابية العربية وهي تمحد بذلك للانشقاق ولضرب الاستقرار في هذا الوطن مؤتمر لشيخ الأزهر يطالب فيه الوعاد بالتصدي لمظاهرات تمانية وعشرين نوبمبر وما سماه بفتنة رفع المصاحب السلطة في حالة استنفار وتعلن تدابير استثنائيا فلماذا التهويل من مظاهرات لن يشارك فيها معظم حلفاء الإخوان يسر أصحابها على سلميتها بعد عام على صدور قانون التظاهر هل نجح في إخماد الاحتجاج وإعادة هيبة الدولة؟ أم أنه ما صدر إلا لقام الحريات التي أتت بها ثورة يناير؟ نتائج أولية غير رسمية لانتخابات الرئاسة في تونس ترجح جولة إعادة بين المرزوقي والسبسي والإقبال بلغ 64.5% والجزيرة مباشرة مصر تصلت الضوء من هناك على الجانب المضيء للثورات بعد تعثر الربيع العربي أطفال المدارس في مصر من وقود للإهمال في الشارع وفي المدارس إلى لوحات إعلانية وفق وزير التعليم ماذا يقول القارون في ذلك؟ شكرا جزيلا عمر فياض لنتحول أيضا إلى زميل حسام ليعرض لنا أو يعرف المشاهدين ماذا يتوقعون في هذه الساعة من المصر ليلة حسام نعم زين مرحبا مشاهدين أهل من يود المشاركة معنا في فكرة التواصل الاجتماعي نذكركم بأنه بإمكانكم المشاركة معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب كما بإمكانكم أيضا المشاركة عبر كتاب التعليق على النافذة الرئيسية للقناة مباشر ونستعرض الآن ما لدينا خلال هذه الساعة بعد وصول انتخابات تونس والرئاسة التونسية إلى جولة الإعادة هل تتوقع تقرار سيناريو مرثي وشفي في انتخابات تونس أما القضية الرابعة والأخيرة كيف ترك تراح وزير التربية والتعليم بوضع إعلانات لمنتجات الشركات على زي مدرسي مقابل صرف زي موحد للتلاميذ إذن هذا ما لدينا خلال هذه الساعة لا تنسوا إثراء نقاش عبر صفحتين على فيسبوك وتويتر وذلك عبر هاشتاج مصر أندرسكور الليلة لايك زين شكرا جزيلا عسام يحيان مشاهدنا الكرام بعد فاصل قصير نتعرف على آخر مسجدات الانتخابات الرئاسية التونسية والمشهد في تونس في تغطية مباشرة من السوديو الجزيرة مباشرة في مصر من هناك بحر السياسة في تونس يتحرك بنشاط الآن بعد النتائج الأولية غير الرسمية لانتخابات الرئاسة التونسية وكأن مشهد 2012 في مصر في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المصرية يتكرر اليوم في تونس الجولة الأولى لم تنتج فائزا بالانتخابات لكنها وضعت التونسيين أمام خيار صعب في الجولة الثانية بين الباجي قائد السبسي الذي يحسب على النظام القديم في رأي البعض والمنصف المرزوقي الذي لم يكن ليصبح رئيسا أو حتى مرشحا لو لا ثورة اليسامين حركة النهضة التي وقفت على الحياة في الجولة الأولى يبدو أنها ستغير موقفها وتعلن دعم مرشح بعينه في الجولة الثانية فهل تونس اليوم مخيرة أيضا بين مرسي وشفيق التونسيين السؤال بطبيعة الحال يجيب عليها الزميل أحمد طه وضيوفه في استوديو مصر الليلة في العاصمة تونس ونتحول إليه مباشرة لكن بعد هذا التقرير سندق الاقتراع في تونس أفصحت عما فيها خسر من خسر وفاز من فاز هيئة الانتخابات لم تعلن عن نتائج الرسمية بعد عمليات الفرز والتدقيق مستمرة المؤشرات الأولية جميعها تؤكد أن حسم الرئاسية يحتاج لجولتنا ثانية جولتنا فاصلتنا بين الحقوقية المنصف المرزوقي وشيخ السياسة المخضرم الباجي قاعدة السبسي المشهد في تونس كان واضحا يعني المشهد هناك قطباني كبيران لهم آلة دعائية لهم أيضا حملة انتخابية كبيرة لهم أيضا إنكاليات مدية وبالتالي فأعتقد أن هذه التائج كانت في عمومها منتظرة نون الدين لمباركي المحلل السياسي والكاتب الصحفي لا يرى أي نفع للبرامج الانتخابية للمترشحين في جولة الإعادة في الجولة الثانية اعتقد أن النقطة الرئيسية سوف لن تكون البرنامج الانتخابي سوف لن تكون الشعارات الانتخابية إنما ستكون قدرة كل مترشح على ضبط تحالفات مع كتلة الانتخابية التي انسحبت من الانتخابات الرئاسية اليوم على الأقل الكتلة التي حصلت على نسبة معينة ونسبة محتلة من الأصوات نذكر الجبة الشعبية التي ترشحها السيد حمم الهمامي وحصل على نحو 10% من الأصوات أيضا الاتحاد وطني الحر السيد سليم الرياح الذي حصل على نحو 9% أيضا كتلة طيار المحبة السيد الهاشم الهامدي الذي تحصل على نحو 5% هذا طبعا إلى جانب حركة النهضة حركة النهضة إلى حد الآن لا يوجد قرار نهائي ربما سيجتمع مجلس الشورى لحركة النهضة قريبا ويحدد مواقفه المراقبون في تونس لا يستبعدون دورا حاسما للشباب خلال الجولة الثانية بعد أن مثل عزوفه عن المشاركة في العرس الانتخابي النقطة السوداء لهذه التجربة الديمقراطية هذا برشة من الشباب لم يمشيشوا عاصفوا على صندوق الاختراع وعلى خطر ما عندهوش برشة ثيقة معناها في البروسيسيوس على الانتخاب ومن المتوقفه ما زادت لي بخلوا أخصام بخنسيب كانوا ميقولوا صوته موش يبدل شاي المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية في تونس تؤكد المرورة إلى جولة ثانية جولة من المنتظر أن تكون في النصف الثاني من الشهر المقبل جولة تجمع بين الرئيس المنتهي ولايته محمد المنصف المرزوقي ورئيس حركة نداء تونس الباجي قاعد السبسي فلمن ستكون الغلبة رضا البغدادي الجزيرة مباشر مصر تونس شكرا لزميل رضا البغدادي مشاهدون عبر موقع التواصل الاجتماعي التعليقات اللي جاي لنا بتقول أنه تونس مخيرة بين شفيق ومرسي التونسيين هل الوضع كذلك؟ نعرف ذلك من الزميل أحمد طاها موفد الجزيرة مباشر مصر ومصر ليلى إلى العاصمة التونسية ومن ضيوفه الكرام أشكرك شكرا جزيلا زين وحي مشاهدي الجزيرة مباشر مصر من العاصمة التونسية تونس في إطار تغطية الجزيرة مباشر مصر لأول انتخابات رئاسية بعد انطلاق ثورة تاليا سمين في بداية العام 2011 كما ذكر التقرير وأيضا كما ذكر زميل زين في مقدمته عن هذه الفقرة بأن النسب أصبحت متقاربة لكن هناك اتفاق على أن هناك جولة إعادة ستكون بين المنصف المرزوقي الرئيس الحالي لتونس وبين الباجي قائد السبسي زعيم نداء تونس والذي أتى في صدارة المشهد السياسي بالنسبة للانتخابات التشريعية ما زالت كل هذه الأمور غير رسمية غدا في الصباح ستعلن الهيئة المستقلة والمشرفة على هذه الانتخابات النتائج الأولية الرسمية لهذه الانتخابات دعوني أرحب بضيفي في استوديو مصر الليلة الجزيرة مباشر مصر من تونس السيد إمام الليثي الإعلامي المصري والمدير الفني لقناة الزيتون التونسية أرحب بك معنا سيد إمام نعم كما أرحب بسيد نور الدين المباركي الإعلامي والمحلل السياسي أهلا بك معنا سيد نور حقيقة دعني أبدأ بالسيد إمام البعض يتحدث وكأن هناك أوجه شبه بين النتيجة التي وصلنا إليها حتى الآن بالنسبة للانتخابات الرئاسية التونسية الإعادة بين السبسي والمرزوقي تذكروا الانتخابات الرئاسية في مصر والإعادة بين مرسي وبين شفيق هل هذا الشبه حقيقي أم لا من وجهة نظرك بسم الله الرحمن الرحيم بداية لابد أن نحي أولا التونس على هذه النقلة الديمقراطية التي يشبها بعض الشوائب التي قد نعترض عليها أو قد لا تروق يعني أنفسنا أو لا تروق أهواءنا التورية ولكن لابد أن نقول أن المشهد فيه اختلافات عديدة الاختلاف الأول في مصر كانت المنظومة العسكرية هي التي دفعت شفيق إلى سدة المعركة الرئاسية لمحاولة اقتناس الأمر للمجلس العسكري وإنهاء الأمر من جولة واحدة والقضاء على الصورة المصرية هنا نحن أمام مدنيين وليس فيهم أي عسكري وجه الشبه هذا هو وجه الخلاف ووجه خلاف جوهري في الواقع أنك لست أمام منظومة عسكرية ولكن أنت أمام منظومة من الدولة العميقة تواجه منظومة ثورية هناك فرق شاسع في هذه النقطة دعني أذهب السيد نور الديني المباركي سيد نور هل الإعادة بين السبسي وبين المرزوقي هي إعادة بين الثورة واللا ثورة من وجهة نظرك أم لا أمهن هذا يعني فيه مبالغة نعم هو حقيقة نوع من التحليل أو نوع من التوصيف تتبنى أحزاب سياسية في تونس تتبنى حتى شخصيات باعتبار أن انطلقت منذ البداية أن قاعدة الفرز هي في نهاية الأمر بين الثورة والثورة المضادة وهذا كلام كنا استمعنا إليه من مدير الحامل الانتخابية للسيد منصف المرزوقي السيد عدم المنصر الذي حتى قبل الانتخابات البرلمانية أكد أن الصراع أو قاعدة الفرز هي بين ما سماه بمنظومة 18 أكتوبر وهي كانت منظومة ثورية قبل 14 جامعة في 2011 وبين منظومة النظام القديم لكن في نفس الوقت هناك قضايا لابد من إثباه له وهي أنه نداء حزب ندى تونس هو حزب تأسس سنة 2012 قاعدته الأساسية صحيح تتكون من عديد من رموز النظام السابق تتكون أيضا من الذين يتموا إلى التجمع الدستوري أو ما يسمى بتساتة لكن أيضا في نداء تونس ثمت نقابيين ثمت يسارين غير منتظمين في أحزاب سياسية ثمت مستقلين أيضا أنه هذا التوصيف بين الثورة وثورة مضادة يعني رفضته أحزاب سياسية أخرى نذكرون ذلك حركة النهضة التي جاء على لسان السيد نوت فيزيتون عندما قال في أحد الاجتماعات الانتخابية في مدينة باجة قال بالحركة الواحد أن المعركة الآن ليست معركة بين الثورة والثورة المضادة وقال أن الثورة المضادة انتهت وأن النظام السابق انتهى إنما المعركة هي معركة تنمية واقتصاد طبعا هذا مهم جدا في توصيف ماذا؟ في توصيف ماذا؟ باعتبار أن الحلقة المفقودة الآن في تونس هي في الحقيقة الملف الاقتصادي والاجتماعي وهو الذي ينتظره التونسيون لإيجاد حلول لكل إشكالات هذه بعيون الإعلام المصري وأنت أيضا رئيس فني لأحدى القنوات التونسية وهي قنوات الزيتونة كيف تابعت المشهد مشهد انتخابات الانتخابات الرئاسية؟ يعني ما الذي لفت نظرك في هذه الانتخابات؟ ومثلا جلست تقارن بينها وبين الانتخابات في مصر أنا في البداية لابد أن أقول أن الذي جذب النظر أن التونسي صبروا أربعة أعوام ليصلوا إلى هذه اللحظة في الوقت الذي تعجلنا فيه في مصر الوصول للحظة الرئاسة مبكرا مما أدى إلى التراجع مبكرا أيضا وسريعا العمر الثاني المجتمع التونسي في العام الأخير تحديدا وما بعد الانقلاب المصري حدث فيه ندوج مختلف المجتمع التونسي ما بعد الانقلاب المصري أصبح كله يرفض الدم بعدما شاهد الدم الذي سال في مصر فبدأت عملية الضغط والضغط المضاد والتراجعات والمفاهمات والحوار الوطني كل هذا جاء بعد أن شاهد التونسي أنه لا قيمة للانقلاب العسكري قد نقول أننا الآن أمام مشهد الصورة واللصورة ولكنه في النهاية هذا المشهد مازال مشهدا مدنيا بامتياز وما دمنا مازلنا في الصف المدني لم نتحول إلى صف عسكري لم يأتي السبس الآن هذه المرحلة لم يأتي على ظهر الدبابة البرلمان أو المجلس التشريعي الذي تم انتخابه منذ شهر أو أقل من شهر لم يأتي على ظهر الدبابة هو جاي وله ضمانات دستورية موجودة فعليا بالدستور التونسي الرئيس له ضمانات دستورية لكن هناك مخاوف مو يمكن أن نتحدث عليها في سؤال أخرى سأعود إليكم لكن دعوني أذهب إلى ضيفي عبر الهاتف سيد الأمين بوعزيزي الباحث الجامعي وأحد أقارب ما يعرف بأيخونة الثورة التونسية وأحد أسباب تفجير هذه الثورة محمد بوعزيزي الشاب الذي أحرق نفسه بعد التعنط الحكومي معه رحبك سيد الأمين معنا بعد ما يقرب من أربع سنوات من انطلاق الثورة التونسية وبعد تراجع كان هناك الحريات والكرامة وما إلى ذلك ما الذي اختلف في تونس بعد أربع سنوات من انطلاق هذه الثورة من وجهة نظرك سيد الأمين نعم مساء النور شكرا لك ولديوفك وللسيد المستمعين في الحقيقة بعد أربع سنوات ما زالت شعارتها ممهورة في شوارع سيد بوزيد وعديد البلدات الشعارات التي رفعت منذ أربع سنوات كان عمادها أمرا المسألة الاجتماعية والمسألة السياسية المسألة الاجتماعية تقريبا كل جيراننا ومحيطنا والعالم كان خطا أحمر بالنسبة له اللي يسموه تونسا عندنا هنا مرزعة منوال التنمية أي الخيارات الاقتصادية دعنا يعني نركز على المسألة السياسية على مدار أربع سنوات يعني تقريبا عرفة البلاد ما كنت أسميه طوفان من الحريات السياسية التنظم التعبير يعني إلى حدود الانفلات لكن للأسف الانتخابات التي جرت على مدار يعني مرتين المرة الأولى لكتابة الدستور الدستور كنا نقول كنا نفرخ نقول الشعارات المكتوبة في الشارع هي مضمون يعني الدستور لكن للأسف النخبة السياسية التي ربما يعني نعتبرها فقط على المجهد ماذا فعلت كتبت دستور تحت ضرط التنازع بين الإيديولوجيات يعني كانت نعم سيد يعني كانت الهوية اجتماعية مواطنية في مواجهة الاستبداد يعني والفساد بقدرة قادر يتم إسقاط علمانيون وإسلاميون وووو يعني راعت راعت صراخات الناس وسط يعني هذه الصراعات طيب سيد الأمين عفوا للمقاطع يعني لفت نظر البعض فيما يخص لمن ذهب ليدلي بصوتي بالانتخابات الرئاسية غياب الشباب لا توجد إحصاءات رسمية نستطيع يعني الانطلاق منها لكن البعض لاحظ غياب الشباب من وجهة نظرك وكباحث في هذا السياق ما السبب الذي جعل الشباب لا يذهبون بشكل كسيف للإدلاء بصوتي بالانتخابات الرئاسية بالأمس نعم مستاذ يعني صدقت هذا يعني كل من يرسوا دون الشاحة يرون أن الفاعل الأكثر بروزا أيام يعني على مدار أشهر يعني الانتفاض كان الغائب على مدار الترتيبات السياسية على قاعدة الانتخابات الاعتبار أن هذا الفاعل الذي كان الأكثر يعني محوظورا ثقفه كان عاليا يعني كان يرى أمام عينيه معناها ما صار ثوري كان يطالب بحاجة نحاسب أولا على اعتبار أن الثورة ليس بديل على الديمقراطية أنما الديمقراطيون يثورون للإطاحة بالاستبداد ويعودون إلى الديمقراطية الزياب إلى الديمقراطية في قلب النظام القديم هو اللي كان الخط الأحمر بالنسبة يعني إلى السباب سؤال الأخير لك سيد الأمين هل تعتقد أن تونس ما زالت على طريق الثورة الطريق الصحيح للثورة أم عادت إلى الوراء بتصدر نداء تونس في الانتخابات التشريعية وأمر الشحة الآن يعني سيكون فيه دور الإعادة مع المنصف المرزوقي نعم هو سم الحديث على الثورة أو الثورة يعني الارتداد أو العودة إلى النظام القديم أنا حتى كنت نشوق يعني أستماعي لبعض الأخوة معك أتحدث مثلا يعني مقارنة بمصر على اعتبار تقاليد العسكر في السلطة في مصر ضع في تونس غائبة يعني ما هذا الأمر ما لم يتغير في تونس حتى اليوم هو مسألة يعني المنوال التنموي يعني النظام القديم في طبيعة الإدارة وطبيعة الخيارات والقروض الخارجية والتدائن وهذا كله مزال الذي تحرر هو الحياة السياسية عودة يعني النداء يعني الذي معناها يعني لا أخفيك بعض الناس يقللون منه الاعتبار هو اسمه يعني النداء تركيبة رجال الأعمال المافيويين واليسار القديم الذي طلق دروس صرع الطبقي وتحول إلى صراع معركته الحقيقية هو استئصال الطيف الإسلامي ورغم أن الطيف الإسلامي يعني ليس أقلية حتى تتعامل معه بالمسألة الأمنية نحن نقول اليوم سيدي النظام القديم الشروط التي جابت وأتت بالانتفاضة ما زالت حاضرة مسألة الأيام القادمة اسمع مني في ثواني النداء انتصر في الانتخابات لكن كما نقول بلاد التنسية عزيه يقبل العزاء لماذا؟ لأنه انتصر على خصومه لكنه يزد نفسه في مواجهة مطالب الناس مواجهة الشعب والمطالب الاقتصادية شكرا جزيلا ألامين البوعزيزي الباحث الجامعي وأحد قاري محمد البوعزيزي سيد نور يعني من الأقرب المرزوقي من سيبسي للوصول إلى قصر قرطاج من وجهة نظرك في جولة الإعادة نعم هو قبل الإجابة هناك ملاحظة بسيطة تحدثة على أن تونس أنه هناك وعي عند بعض الإقلاب في مصر وأنه بعد أن شاهدون فالدم في الحقيقة أن التونسيين كانوا دائما رفضين للدم كانوا دائما رفضين الأرهاب وهذا بنرجوع إلى تاريخ تونس لم توجد في تونس انقلابات عسكرية لم توجد في تونس مثل هذه التوجهات هذه نقطة نقطة ثانية أنه نقطة قوة تونس هو في مجتمعها المدني في نقبتها السياسية ولاحظنا كيف أنه المجتمع المدني ممثلا في الحوار الوطني عندما تفاقت الأزمة بعد اغتيال محمد براه من يوم 25 جوليو يوليو كان تدخل مؤسسات حوار الوطني وهو الذي قاد العمليا انتقالية في علاقة من سؤال في علاقة من أخرى فالحقيقة لا أعتقد أن المسألة ستكون سهلة في هذا التنافس أولا هو ستكون تنافس حاد لكن هذا التنافس سيكون على قاعدة ماذا سيكون على قاعدة من يتمكن من استقطاب ورب التحالفات مع بقية الكتل الانتخابية التي تقدم مرشحها ثم لم يفوزوا وهذه نقطة أسية بمعنى أنه لا أعتقد أن المسألة الجبال الشعبية الجبال الشعبية الجبال الشعبية الاتحاد الوطني الحر حارة نهضة هناك خصية ممكن نتحدث فيها الاتحاد وطني الحر أيضا السيد الحامدي ويبدو أن الاتصالات بدأت في هذا التجاه بالنسبة لحارة النهضة كما هو معلوم قبل الدورة الأولى هي كانت قالت أن موقفها على الحياد وليتقف على نفس الخطب من جميع المترشحين لكن ميدانيا فالحقيقة لاحظنا أنه هناك نسبة هامة من التصويت من القواعد ذهبت للمرزوق كتلة أمة من قواعد خاصة في الجنوب التوسي عندما أقول في الجنوب التوسي لماذا؟ لأنه تقريبا نفس الأصوات التي حصلت عليها حلقة النهضة في الجنوب التوسي هي التي حصل عليها تقريبا أو مكامل القوى الانتخابية لأن النهضة في الجنوب التونسي وهي ذهبت للمرزوق إلى حد كبير سأعود إليك سيد نور لكن ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة دكتور حسن نفع أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة أرحب معك بك معنا دكتور نفع لعل ضيفي سيد نور الدين المباركي يتحدث على أن قوة تونس وقوة الثورة التونسية في قواها المدنية في المجتمع المدني ويرى أن ذلك في مصر ليس موجود النخب السياسية والمدنية في مصر أضعف وبالتالي لم تستطع أن تحافظ على الثورة ما رأيك في هذا الطرح؟ هو صحيح إلى حد ما يعني هو يفسر جزئيا لماذا نجحت عملية التحول الديمقراطي في تونس ولم تنجح في مصر لكن سلوك حزب النهضة في تونس كان مختلفا تماما عن سلوك جماعة الإخوان المسلمين في مصر وحتى يعني زعيم حزب النهضة زار مصر إبان الأزمة وأظن أنه نصح جماعة الإخوان المسلمين بأن تتصرف بطريقة مختلفة ولكنها يعني لم تستمع لهذه النصائح تجربة حزب النهضة وانفتحها على العالم الخارجي مختلف تماما عن تجربة جماعة الإخوان لكن هناك عوامل أخرى في المقابل سيد حسن قبل أن نتحدث عن العوامل الأخرى ألا ترى أيضا أن حياد الجيش التونسي ساعد في استمرار نجاح تجربة التجربة التونسية على عكس المشهد المصري والتجربة المصرية أم لا؟ طبعا موضوع الجيش أيضا أحد العوامل المختلفة ولكن دور الجيش في السياسة المصرية تاريخيا مختلف تماما أيضا عن دور الجيش في السياسة التونسية ولو كانت هناك أحزاب مدنية قوية أو يمكن أن تتشكل لتحل محل جماعة الإخوان أو تحظى بثقة الناخب مثل حزب النداء مثلا الذي فاز في الانتخابات الأخيرة لما كان تدخل الجيش أمرا ممكنا وبالتالي الجيش إما بدافع الرغبة في السلطة هذا إذا افترضنا أنه كان حريصا على الوصول إلى السلطة أو بدافع القلق على أمن البلاد لأنه ليست هناك قوة مدنية تستطيع أن توازن جماعة الإخوان المسلمين كان دوره مختلف لكن تاريخيا منذ عرابي حتى الآن للجيش المصري دور في السياسة مختلف عن دور تونس ربما لأن الأوضاع الخارجية والتحديات الخارجية التي تواجه مصر مختلفة تماما دعنا نعود على الأوجه الفارق بين التجربة التونسية والتجربة المصرية تحدثنا عن الجيش عن المجتمع المدني عن الطرف الإسلامي هنا وهناك ماذا غير ذلك دكتور حسن؟ كنت أتحدث عن البيئة الخارجية على سبيل المثال هناك مثلا علاقة مصر مرتبطة باتفاقية كامب ديفيد موضوع سيناء واختراك سيناء من قبل جماعات إرهابية الإحساس بوجود مخاطر كبيرة على مصر بسبب التفاعلات الإقليمية الحادة يعني هذه كلها أمور مختلفة لكن أظن أن قوة المجتمع المدني ووجود طرف قادر على أن يجمع الأطراف الأخرى في حوار وبالتالي نبج الجماعة السياسية أو النخبة السياسية بشكل عام في تونس سواء كانت من جانب حزب النهضة أو من جانب الأحزاب الأخرى لم ينقطع الحوار رغم بعض الأزمات التي تواجهتها عملية التحليمية ولا ننسى أعتقد دكتور حسن أن المجتمع المدني المدني المتمثل في التحاد الشغل في النقابات المهنية في تونس هو أقوى وهو كان المشرف حتى على الحوار ألا يتحل أشكرك شكرا جزيلا دكتور حسن نفع أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة كنت معي عبر الهاتف من القاهرة ما رأيك فيما ذهب إليه الدكتور حسن نفع من أن الإسلاميين هناك فارق بين إسلامي مصر وإسلامي تونس وهو ما صب هذا الفارق في صالح التجربة التونسية وأحدث تأخرا في التجربة المصرية هذا هو الواقع المضلل الذي يحاولون الترويج له الإخوان في مصر وحركة النهضة في تونس كانوا في مناخين مختلفين تماما المناخ المصري كان يدار مخابراتيا وبالمخابرات العسكرية تماما المناخ التونسي يدار بالنخب التي نضلت لازم ترجع العشرين سنة للورا وتشوف في مصر كان مين بيناضل وتشوف في تونس كان مين بيناضل ستجد أن تونس لديها مجتمع مدني قوي تحاد شغل نقابات مهنية كل التيارات التونسية كانت متضررة من النظام الذي يحكم وقتها الكل سقط منه شهداء في السجون وبالتالي النخب كانت وعية تماما لقيمة الديمقراطية أو قيمة اللحظة الثورية التي وصلوا إليها لكن في مصر كانت طوال العشرين سنة الماضية الحركة الإسلامية تحديدا هي اللي بتناضل من حركات عنف إلى وصولا إلى النضال بتاع الإخوان في البرلمان لذلك لما حدثت الثورة النخبة في مصر معلبة حديثة لغير زادة خبرة تم شق الصف تماما مخابراتيا لا نستطيع أن ننسى أن قوى شبابية خرجت ساعدة على أشعال ثورة يناير أستاذ من إبريل وكفايا أنا لا أتحدث أن حركة ثانية المخابرات لا أنا أتحدث أن النخب في مصر تم شق الصف تماما مخابراتيا فيما يخص النهضة هل كان عاملا مؤثرا وقويا بأدائه في نضوج التجربة التونسية وفي مصاري الثورة التونسية أم لا من وجهة نظر نعم بالنسبة لحركة النهضة على الأقل من خلال متابعة أدائها منذ 14 جافر 2011 يعني خروجها للعالم وأيضا خلال تجربتها في الحكم أن أهم ميزة لديها هي البراجماتية وقدرتها على التفاعل مع الأوضاع كما هي في مرحلة أولى عندما فازت بانتخابات 23 أكتوبر 2011 نتذكر جميعا أنه هناك أيضا قلق من فوز حركة النهضة وهذا القلق عبرت عنه العديد منه خب خاصة بعد تصريحات السيد حمد جباني عندما دعا إلى الخلافة الراجدة السادسة إلى غير ذلك لكن بعد ذلك هناك مناخ داخلي هناك أيضا أوضاع اجتماعية وقتدية بالإضافة إلى وضع الملف الأمني في تونس وهو ملف الحقيقة ألقى بدرانه اضطرت حركة النهضة إلى التفاعل مع بقية الأطراف وخاصة مع المجتمع المدني نتذكروا شيئا ملاحظة فقط أنه بعد اغتيال شكري بالعيد استقال السيد حمد جباني ودعا إلى حكومة كفاءات من رفض حكومة كفاءات؟ رفضت حركة النهضة التي دافعت عن حكومة سياسية وحكومة حزبية لكن بعد اغتيال محمد إبراهن وتدخل حوار الوطني اضطرت حركة النهرة اضطرت القبول بخريف الطريق لكن اسمح لي اليوم يتحدث القائد السبسي على أن من حصل على أصواتهم كانوا الديمقراطيون وما شبأوا الديمقراطيين لكن الأصوات التي ذهبت للسيد المنصف المرزوق يا أصوات الإسلاميين والجهاديين وما شابه ألا ترى أن هذا يصب في خانة الاستقطاب الحاد ويعيد المجتمع لفكرة إسلامية وغير إسلامية أو يعني جبهة وأخرى؟ دعنا منذ البداية أنه فكرة التقسيم التونسيني فكرة غير مقبولة على أي قاعدة سواء على قاعدة إيمان وغير إيمان ولا على قاعدة جهوية ولا على قاعدة عقيدية هذه نقطة مبدئية لكن بالنسبة للسيد الباجي قايا سبسي لست ناطقها رسمية باسمي لا تونس ولا أتميلي لا تونس لكن ربما نفهم من السلفي سياق هو أنه حتى بالعين المباشرة أنه في بداية حملة انتخابية للسيد المنصف المرزوقي في مدينة سوسع على سبيل المثال في الساحل كان استرجدا بالسيد بشير بحسن وهو أحد السلفيين وهذا يعني نشر في وسائل الإعلام وهناك تقييمات أنه هذا الطيار السلفي العلمي الذي يقدم نفسه طيار سلفي علمي هو إلى جانب السيد مصف مرزوقي أيضا هناك ما كان يسمى لا عيبة في ذلك لا 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 أنا لا تحدث أنه عيب أو غير عيب يعني ربما هذا ما دفع السيد باجي قايا سبسي أيضا بالنسبة لما كان يسمى برابطات حماية التطورة هناك تصريحات لعدد من رموز مما اضطر إدارة الحملة انتخابية للسيد مصف مرزوقي لإصدار بيان أنها غير معنية بهذه التصريحات أعتقد أنه مرفوض تقسيم اليوم التونسيين بين علماني وغير علماني بين مؤمن وغير مؤمن لكن في السياسة أعتقد أنه هناك تحالفات وكل حزب دين نفس اللهجة اللي كانت في مصر التخويف من الإسلاميين ومن الجاديين ومن الإرهاب إذا جاء فلان الفلان إلى سدة الحكم لم تنفع وصل محمد مرسي لكن بعد ذلك هذه الورقة استخدمت ضده وفي إزاحتي بشكلها أو بآخر أنا أخشى ما أخشى هي مرحلة ملاسنة انتخابية طبيعية جدا أنه يحصل في مراحل يعني في المرة الماضية كان الملاسنة جنوب شمال غربي والطرفين أخطأوا فيهم بالمناسبة ما بين النهضة وما بين النداء لكن المشكلة الأكبر أن الملاسنة هذه إذا تحولت إلى شق صفة ما بعد الانتخابات هذا هو الأمر الأصعب بمنتهى الأمانة لابد أن أشير أنه بعد انتخابات التشريعية التونسية بدأت الإزاعات وتخرج شوية عن فكرة شق الصف ما بين شمال وجنوب واكتشفوا أنه في مشكلة إذا حولوا الأمر الأمر جهوي أيضا أظن أن التونسة وعيين بدرجة كبيرة أنه خلال المرحلة القادمة وبعد انتهاء المرحلة الانتخابية والملاسنات والاتهامات وما شئنا أن نقول في هذه المرحلة سيعود التونسة مرة أخرى إلى بناء تونس فقط إذا صلحت النواية تتوقع لمن سيفوز السبسي أم المرسوك؟ صعب جدا أن أنت تتوقع الفوارق حتى الآن مش قادرين نقول ثلاثة أو الأربعة الفوارق يعني مش دقمة بين الطرفين لكن كل طرف له الكتل التي يمكن أن ترجح كفته النهضة في المرحلة الأولى الواضح أنها لم تنزل بقوتها وقتلتها كاملة بجور المرزوقي هل النهضة هتنحاز ولا مش هتنحاز؟ في نفس الأمر في الطيار الجبهة الشعبية والهاشم الخمدي والاتحاد هذا الأمر مهم جدا الأمر الأهم من الشباب اللي عزفوا في المرحلة الأولى هل هيبقوا على خوف على الصورة هل هيبقى عندهم الدافع أنهم ما ينزلوا ولا ما ينزلوش وده حاجة كانت غريبة أنك تجد اليوم أن متوسط الأعمار وده حاجة عايزة تدرس فعلا متوسط الأعمار وكبار السن هم في الطبور والشباب مش موجود شكرا جزيلا إماما ليتي الإعلام المصري المدير الفني لقناة الزيتون التونسية أشكرك شكرا جزيلا كما أشكر ضيفيا سيد مور الدين المباركي الإعلامي والمحلل السياسي إذن مشاهدين صباح الغد ستعلن النتائج الأولية للدورة الأولى أو الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التونسية الجميع هنا يتحدث على وصول وصول بالفعل السبسي قائد السبسي من نداء تونس والمنصف المرزوق الرئيس الحالي إلى جولة الإعادة من سيفوز للحقيقة هذا هو السؤال الصعب يعني عندما سألت كثير من الناس لم يستطيعوا أن يجيبوا من سيفوز في جولة الإعادة على حال أيام قليلة قبل نهاية الشهر القادم سنعلم من هو رئيس تونس الذي سيصل إلى قصر قرطاج لكن عودة الآن لزميلي زين في استوديواتنا بالدوحة وباقي الزملاء في مصر الليلة إليك زين شكرا أحمد وهذا هو جمال الممارسة الديمقراطية ألا تعرف النتائج قبل أن ينتهي التصويت ولا تعرف حتى بعد انتهاء التصويت أشكرا شكرا أحمد طه موفد الجزيرة وباشر مصر إلى تونس نشوف أيضا المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكيد ديهم تعليقات كتيرة في نتيجة الانتخابات التونسية حسام يحي نعم زين تعليقات بتقول إحنا قدام مرسي جوشة في مرة أخرى بينما هناك تعليقات بتقول إحنا قدام لقد هارمنا مقابل أنا فهمتكم وأيضا تعليقات أخيرة بتقول لا دا صح ولا دا صح اللي اتنين غلط وتونس مش هي مصر نذهب الآن إلى فيسبوك مصر الليلة نبدأ بأسماء بتقول اللي هيفوز نظام بن علي أنا فهمتكم والفرق بين السبسي والسيسي نقطة واحدة بس دا من وجهة نظر أسماء تعليق آخر أيضا من أحمد عماد بيقول لو المرزوق نجح يبقى فيه تزوير لأن الإخوان خسروا في التشريعية فازاي يكسبوا في الرئاسية طبعا السبسي هيكسب لأن الإخوان تحرقوا في العالم العربي أمامهم زمن طويل حتى يعودوا ولن يعودوا إلا بعد أن تموت الأجيال الحالية رأي أحمد عماد أيضا تعليق آخر من أحمد عبد الحكيم للرئيس التونس القادم لو عندك وزير دفاع بفلاتر ما تاخدش السلم معاك عشان تعرف تحكم أكتر من سنة مش كل الناس زينا أحمد وأيضا تعليق آخر من فيسبوك من رمزي رجاء لدخل لكم في تونس وتعليقاتكم الفرغة الصندوق الكلمته والشعب انتخب بكل حرية مع أني ضد ترشيح السبسي لكني أقبل بنتيجة الصندوق المجد للشعب التونسي ولا ولا إلا لتونس وأنا ننتقل إلى تويتر نبدأ بياسر إن شاء الله ما تتكررش مصر لأنها دي عزبة العسكر إنما تونس فجيشها حيادي ومنصف ربنا يقدر لنا وليهم الخير يا ربي يا ياسر وأيضا حساب روميو بيقول عندنا السيسي عندهم السبسي أنتو بتقلدونا لي يا توانسة ما كانش هدف اللي جبناه في شوط الأول طبعا مبارنة تهيت 2-1 لصالح تونس أما محمد العمري لو التونسيين بيفكروا ببطنهم هينجح المرزوق بزيته السكر ولو كانوا بيفكروا بعقولهم هينجح السبسي دي نهاية الكلام ودي وجهة نظر محمد اللي بيختلف معها كثير من التعليقات صفاء بتقول للأسف حتى تونس رجعت لأول المشوار هناك أيضا تعليقات من يعني ناخد تعليق من مجدي ما يحدث في تونس هو انقلاب ناعم على ثورتهم وعودة لفلول الدولة العميقة مرة أخرى أبو مريم لقد هارمنا مقابل أنا فهمتكم أيضا عزت بيقول من السيسي إلى السبسي يا ثورة لا تحزني تعليق الأخير من أحمد سعد وبعد زيارة صويرس الأخيرة لتونس نتوقع كل شيء شكرا شكرا جزيلا من ألطف التعليقات أيضا الزميل عياش دراجي صحيح متائج الانتخابات التونسية فهمتكم مقابل 47% صحيح لقد هارمنا 26% شكرا شكرا جزيلا حسام يحيى ومازلنا معكم في مصر ليلة وفي البرنامج بعد الفاصل احنا كمان بنعمل مشروع كده مع شركات الأعلانات زي ما انتم بتعملوا أعلانات يعني بحيث ان احنا نعمل زي كويس أوي ومجان اطفال المدارس في مصر وقودوا الهمال على الطرق وفي المدارس ووزير التعليم يقترح تحويل زيهم المدرسي الى لوحة اعلانات هل يسمح الاهالي بذلك وهل يسمح القانون أصلا موسيقى الزي المدرسي لطلاب مصر سيتحول الى لوحة اعلانات وزير التربية والتعليم كشف عن ذلك وقال انه يجري مفاوضات مع بعض شركات القطاع الخاص لتوفير الزي مجانا لحوالي 18.5 مليون طالب فيما يقارب 50 الف مدرسة على مستوى الجمهورية مقابل وضع اعلان انتجاري على الكتف او مكان اخر بعيدا عن الصدر الذي سيحمل شعار المدرسة التي ينتمي اليها الطالب وفقا لما قاله الوزير في حديثة تلفزيونية امس مع لميس الحديدي وكعادة كل المسؤولين في مصر اكد الوزير انه وارثة تريكة ثقيلة واعباء متراكمة على مدار 60 عاما لكنه وعد بان التغيير سيحدث خلال ثلاث سنوات مشيرا الى انه يحتاج الى 100 مليار جنيه حتى تقف العملية التعليمية على قدميها لكن هل من حق احد ان يضع اعلانات تجارية على اكتاف الطلاب او صدورهم وهل الموثيق الدولية التي وقعت عليها مصر تسمح بذلك وهل يسمح الاهل بذلك لم يكن لقاءا تلفزيونيا وانما كان وفق مراقبين محاولة من وزير التربية والتعليم محمود ابو النصر للحصول على سك غفران وعفو عنه من الاعلامية لميس الحديدي بعد الضغوط التي مورست عليه بسبب تزايد حالات وفاة الاطفال داخل المدارس واخرها حادث تفحم الطلاب في حافلة البحرة عمرك مفكرت تستقيل كتحمل مسئولية سياسية عن كل ما يحدث لهؤلاء الاطفال ممكن نخلي الرد على السؤال ده اخر اللقاء ليه فاندو لان حضرتك اللي هتردي لكنه استحوذ شيئا فشيئا على اعجاب المذيعة بعد تأكيده لها سيطرته على ما تسمى مدارس الاخوان بعد تحريض واضح منها ابرز ما تضمنه الحوار هو حديث الوزير عن فكرة يراها مبتكرة وجيدة تتلخص في الاستعانة بالقطاع الخاص لتوفير زي موحد لتلاميذ المدارس الذي يبلغ عددهم اكثر من ثمانية عشر مليونا مقابل وضع اعلانات عليها احنا كمان منعمل مشروع كده مع شركات الاعلانات زي ما انتم بتعملوا اعلانات يعني بحيث ان احنا نعمل زي كويس اوي ومجاني هيل اه يبقى في اعلانة على الكتف كده ولا حاجة لكن لا من غير ايا فاندو اعلانة على الكتف ما احنا لو دخلنا القطاع الخاص شريك في هذا الامر هالموضوع هيتحول الفكرة تحول ملابس التلاميذ الى ازياء شبيهة بملابس لاعب الكرة لكن الفارق ان اللاعبين يحصلون على اموال بينما لن يحصل التلاميذ على شيء ليجدوا انفسهم ما بين الموت في المدارس بفعل الاهمال او تحويلهم الى سلعة تجارية وفي نهاية الحوار يسأل الوزير لميس الحديدي باهتمام عن رأيها فيما قاله وهل لازالت عند مطالبتها له بتقديم استقالته ام تراجعت عن رأيها وهو ما حدث بالفعل ليحصل الوزير على سك البراءة من الاعلام ويضمن استمراره في منصبه انا بشكرك شكرا جزيلا حقيقي بتمنى لك التوفيق حاجة نستقيل بقى يعني ده قرارك بصراحة لا ايه حضرتك انت لا ده قرار حضرتك انا ما ادرش اقول انا عندي احساس من المسؤولية لا طبعا انا لما استقيل الحوادث دي هتقف يعني انا خدتها مثلا كتفيلل اول ما خدتها كتفيلل دلوقتي بقى تعيشش ما وحديتك بقى وانت مقبل على هذا العمل كنت عارف بقى انا عامل عارف وادي احنا مجنود ومنحارب احنا في حرب خوف ربما لا يوجد ما يبرره بعد ان اجبر محافظ الاسماعيلية مذيعا اخر على حلق شعر رأسه بعد فشله في توقع اقالته وتمت حلاقة الرأس ظلبطة ذلك بان محافظ الجيزة باق لا ريب في اقالته او ابعاده اه نقولت محافظ ايه هو محافظ اسماعيل نقولت محافظ ايه بقى عشان ساعة الجيزة ما فرقتش كتير ولي مناقشة هذا الموضوع مش الحلقة طبعا موضوع زي المدرسي والاعلانات على الكتف راحب بضيفي في السوديو مصر الليلة الكاتب الصحفي الاسد محمد منير اهلا وسهلا بيك اهلا بيك تردى ابنك يحط زي يحط اعلان على كتفه وراح للمدرسة بعيدا بقى عند التعليم خالص يعني لكن انت كاب تردى ابنك يحط حاجة اعلان على كتفه في زي المدرسة وراح انا ليا بنت واحدة فضلة في التعليم واحدة في الجامعة واحدة متخرجة ودي فضلة في التعليم انا عندي مشكلة ان انا كمان بوديها المدرسة وانا مش راضي اصلا على هزي المدرسة وليه قصة شهيرة مع وزير التربية والتعليم وقصة معروفة في عام الماضي يعني مستغرب ان هذا الرجل اللي عنده كل هذا كم من المشاكل اللي هي في الاصل ليست لا علاقة لا بالتمويل ولا بالميزانية ولا بغيرها علاقة بالرقابة بالمتابعة وبالرؤية وليست لا له اي رؤية ولا رقابة ولا متابعة ليه وعايز عايز مية مليار دولار مية مليار جنيه علشان يوقف التعليم على قدميه كما قال يعني والفساد اللي بيعرض عليه كل يوم وهيئة التفتيش الفزد اللي تحت ايده اللي بيبعثها من مكتبه وكان اصلا فيه كان فهيئة الابناء التعليمية اه طيب الفكرة في حد ذات يعني فيه ناس كثير ممكن تقول اه ايه المشكلة ما انا هاخد الزيب بلاش من المدرسة انا هقول له هدعي بس يعني يعني التلميذ ده كيانه كده كله على بعضه انت بتعلمه قيم في لبسه وفي تعليمه وفي حركته وفي علاقتك بيه وفي علاقته وعلاقته بالمكان وعلاقت المكان بيه لما التلميذ ينشأه وحطت اعلان على كدفه او على ظهره انهي قيمة بتعلمها له انت بتحوله لسلعة او بتحوله مروج لسلعة ما بعد كده بقى التلميذ عندها وقت فاضي بعد الظهر ما نسرحها بمناديل جينيكس تجيب داخل للدولة وتجيب داخل الاسرطة ده تلميذ المفروض ان هو يوجه في عملية تعليمية متكملة طربوية متكملة وكان زمان فيه الحرص اسمها وزارة تربية والتعليم ولكن هذا الحرص فقد تماما فما بتدي احوله الى مروج سلعة او الى الى هو نفسه بقى سلعة لان هو بقى ليه سعر مريلته دي ليه سعر هذا التلميذ اصبح سلعة في السوق انا بعلم يعني ايه اللي ببصه في نفسه هذا التلميذ وكيف اتعامل معه بعد كده وكيف اربيه وكيف اعلمه وبعدين قصة مشكلة التعليم برضو مش هي دي الموضوع مش الكم مليار هيا كما تعرف ان فيه مدارس كسفت الفصل فيها مية واربعة تلميذ ما هو انا هقول لك انا وجهت نظره انا لما هعمل كده طبعا هي اللميذ قالته لا فيه طرق اخرى للاستثمار يعني وليدخل القطاع الخاص في التعليم اه ما هو عايز يدخل القطاع الخاص وسيدخله على كدف التلميذ باعلانات الاعلانات دي هتجيب دخل الدخل ده هيسمح ليه المدارس ان هي تدي ازاي ببلاش للطلبة وفي نفس الوقت هتاخد المدارس داخل وتقدر تعمل بيه حاجات تانية انا استاذ زين فيه مشكلة كبيرة في التعليم ليست لا علاقة حتى بالكسافة فيه مشكلة فساد مؤسسات التعليم فازة مجالس اللي بيسموها المجالس الاباء مجالس فازدة انا شفت ناس بتتربح وحضرت تجربة وفيها فساد مالي ووصلت المكتب الوزير احنا شفنا ايام السنوية العامة نزعلانا المرائب ما بيغشش احنا شفنا على الفيديوهات اه ده حصر اه اه حصر فترة طالعين بيغشش حصر فترة حصر فترة حصر الله نعمى الوكيل ده المرائب ما بيغشش اه فهل المنظومة بس هل التعليم هو اللي بايز ولا هو كمان احنا مش معلش احنا احنا كمجتمع مش عارفين يعني ايه تعليم مش عارفين نقيمته اصلا لا احنا كنا عارفين يعني تعليم لغاية فترة قريب ولا حصر نهيار مش هقول في التلاتين في العاشين السنة اللي فاتت نهيار حصر بشكل لا كان فيه تعليم في مصر مش مكنش فيه كان فيه مشكلات تعليم اه ولكن منظومة مكنتش منهارة بهذه الطريق خلينا اقول بس انه انه اللي قاله الوزير دوت اه يعني غير مسموك في العالم طبعا ما فيش حد في العالم انا عملها فكر يعني بيضع على الزي المدرسي اي نوع من الاعلانات الزي المدرسي ده يعني زي 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 مقدس يعني كل مدرسة لها زي من مكان معين الناس تروح تاخده اه له شكل معين اه ما فيش اي ددخل للاعلان ولا التجارة في ملابس الاطفال ولا حتى في كتبهم ولا فيه اي ادوات تعليمية اه تمدها وزارات التعليم في العالم كله يعني فده غير مسموك ولعله لو كان قال الكلام ده قبل كده اه في زمن تاني اه كان ممكن يتشار او يتحاكم او حاجة زي كده لكن احنا دلوقتي في وقت ممكن الكلام ده يبقى محل قبول ولا لا عند الاهالي ولا مش محل قبول لا طبعا مش هيبقى محل قبول لا 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 الاهالي حتى مهما كانت علاقتهم عشان خطر ياخد المريالة ببلاش ولا ياخد تشيرة ببلاش مش هيبقى محل قبول برضه لان هو الاهالي عندهم مشاكل اكتر من دلوقتي كتب الدراسية ما تسلمتش لغاية دلوقتي مفيش عملية تعليمية الاهالي على فكرة لا يعنيهم ازاي المدرسي ولا يعنيهم اي شيء الاهالي عندهم معاناة كبيرة جدا في العملية التعليمية ذات الاهالي مش مهتمين مش مهمومين بهذه الازمة مش مهمومين بالكلام اللي هو بيحاول يحل بيدا وعارفين ان ده مصدر لفلوس دخل منظومة الفساد هل تعلم يا صدر زين ان فكرة الكتاب المدرسي او وزارة التربية والتعليم كانت من اكبر مراكز الافساد في الدولة المصرية بحكاية الكتب المدرسية كان عندما يردوا او يحبوا ان يرادوا او حد من الموالين لهم سياسيا يدولوا اوامر طبع بكم مليون جنيه علشان خاطر يرادوا ومطابع كتير من المعارضة وغير المعارضة كانت بتاخد هزي الفلوس ده مكان فاسد مكان فاسد الفكرة مش فكرة زين مدرسي موضوع زين مدرس ده مش حاجة انا بكلم على القيمة يعني هذا الكلام اللي هو بالنسبة لي انا مفاجئ وصاعق يعني بالنسبة لي انا متوقعش من وزير تعليم بلدي ان هو يقول ان انا هاخد ابنك اعمله يفطط اعلانات ده انا متوقعوش وبعتقد ان هو صادم لكن ما بقاش صادم دلوقتي في المجتمع المصري بس لو تنفذ حيبقى صادم وكمان ان هو يطرح بهذا الشكل وعادي يعني ما فيش اي مشكلة بيقولك ان هو ان هو التلاتين سنة اللي فاتوا دول فيه حاجات كتيرة تغيرت في القيم الاساسية لأي مجتمع سبقك بقى من المجتمع المصري قيم الاساسية لأي مجتمع انت عاوز تكلم بشكل عامل شوية طبعا انا هتخيل معاك ان السنة الجاية نازل المرايل عليها شركة بيبسي او نسلة اتفرج شعب مصري شعب ساخر جدا اتفرج المرايل دي هيحصل عليها رسم يدوي هيحصل عليها رسم يدوي هيحصل عليها ترياء هيحصل عليها تهكمات هيحصل عليها الشعب مصري مش هيقبل هذا الموضوع نحن معنا أيضا عبر الهاتف من السنبول الناشط الحقوقي أستاذ هايثم أبو خليل مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان مثل هذا العمل لو تم هل فيه أي تعارض مع أي قانون مصري خاص بالطفل وحقوق الطفل والحقوق التي كفالها الدستور والقانون المصري بسم الله الرحمن الرحيم و لكن بس أستاذ زين نسمح لي في أقل من دقيقة أقول أن الأمة التي تهزل أو تسخر في وقت الجد فقد توتع منها دي يعني حكمة مهمة جدا زي بحرك قولت قدس الأقداس العملية التعليمية والأقصال طبعا الكلام بحرك بداية عاد تطبع على الأقصال الثقيرة اللي هي مكدسة في الفصول اللي يوضع الحصيرة اللي لكنهم لن يستطيع أن يطارد إلى الأقصال اللي هم طبع المدرس الخاصة الذين سنقصلوا بالمرصاد طبعا حركت فقدرت وقلت أن القصة عتحول إلى سلعة وإلى لوحة إعلامات لو نظرنا دوليا ومحليا عندنا حركة حاجة بتنظر القصة دي اسمها حركة اتفاقية حقوق الطفل رقم 26 لسنة 89 وإدرجة حركة قانون في القانون الدولي العام 90 وهي تعتبر نساق دولي يحدد حقوق الأقصال المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وفي لكل حركة جميع المتحدة اسمها لجلت حقوق الطفل بطلاقة تنفيذ هذه الاتفاقية على مستوى العالم يمنع الاستغلال الاقتصادي نفسا على استغلال الاقتصادي للأطفال فإحنا نهاردة جي بداية استغلال الاقتصادي للأطفال إذا وافق الأهالي إذا وافق الأباء ما فيه أطفال كتير زي اللي بيشتغلوا في السينما واللي بيشتغلوا في أباك كتير واللي بيعملوا إعلانات فيه ناس بتعمل إعلانات مثلا أطفال إذا وافق الأهالي حرك النص كان صريح حضرتك في المادة 17 وقال إنه هو يحرم الاستغلال الاقتصادي ما قادش بقى حركة موضوع الأهالي تاني حاجة ده يفتع عندي باب أفضل هو إن هادة لو هو موضوع تمويق موضوع فلوس يبقى خلاص ممكن خوش المدرسة أعمله قاعد أفراح ممكن حركة النهاردة كتاب المدرسي عشان بيتكلف المزانية قد كده أحط عليه إعلان باكوشيفسي ممكن بكرة المدرس كمان عشان بيتكادر بيتعاني ألبس المدرس تي شيرت فكده حالس بيضرب حاجة اسمها قيم وأساسيات المجتمع هذه النقطة النقطة الثانية أستاذ زين أن الحدام ترميش كتاكيد الموضوع زيب حالس قلت متناغم مع موضوع الاتصال يدفع وليتكلم كمان والاستقبل يدفع موضوع إنه نهاردة تبيع كل شيء في مصر موضوع الفلوس موضوع إنه فيه وراء حد أعمل بيزنس من هذه الأعلانات هذه قصة استغلال المنشآت التعليمية في أغرض اقتصادية دي جريمة جريمة للتاريخ جريمة للبناء المجتمع السوي التفل النهاردة حركة يتلقى داي عملية التعليمية بتاعه تبقى لحقوقه إنه يعيش في جو سوي وينبص بطريقة سوية إنه ليس لوحة إعلانات أو إنه يعني ماشي بلا حاجة هو ليس حر فيها أشكرك شكرا جزيلا أستاذ هيثم أبو خريل الناشط الحقوقي مدير مركز ضحايا الحقوق الإنسان الحقيقة ما قال الوزير يعني يصدم أي ضمير الحقيقة ويعني يستغرب المرء ويستغرب كثيرون كيف يمكن لشخص يحمل هذه الأفكار أن يكون فيه مسؤول عن العملية التعليمية في مصر لم يس عندها حق شكلها حسام يحيى مشاهدين أي رأيهم في هذا الموضوع زين معظم التعليقات كانت بطعم المدفعية الثقيلة في الواقع نبدأ الآن من فيسبوك مع ناجي بيقول يعني ممكن تلاقي العيل ماشي على ظهره فردة جزمة أو حل أو طأم صيني يعني ده كلام ناجي وأيضا صار عادل فتاة الاتجاه بتقول طبعا فكرة جميلة تدل على استغلال الإخوان للأطفال الأبرياء تعليق آخر من منع هي سبوبة جديدة وبرضو وزير الإنقلاب بيقلب أكل عيشه والرز بيحب الخفية طبعا مش خفية ده في حوار على أحد القناة الفضائية محمد هادي فكرة جميلة وجديدة يريد كمان كل شركة تبقى مسؤولة عن صيانة مجموعة مدارس في مقابل إعلاناتها على المدرسة نذهب الآن إلى تويتر نبدأ بياسر يعني لو الزيت قطع مثلا أنه راح نوديل شركة الإعلانات ده كان أحد تعليقاتنا على الصفحة يعني ياسر بيقول ما فيش مشكلة بس يتطبق على كل المدارس بلا استثناء التجربية والخاصة واللغات والأمريكان والآي جي وأيضا تغريدة أخرى من رمضان لازم الطلبة تمشي في نص الشارع وفي الأماكن الظهرة طبعا ده لو إعلانات غالية شوية أما سامح بيقول يعني ابني يبقى نازل للصبح ألبسوا تشيرت مرسوم عليه ثلاث بقرات وده يبقى رايح مدرسة ولا زريبة ده أكيد رايح مدرسة البقرة الضاحقة أيضا تعليق آخر أو تغريدة أخرى من آدم المشكلة في ناس غالبة كتير معهاش تجيب ملابس جديدة لأولادها أيضا هناك تعليقات أخرى من أحمد مثلا يقول عشان يبقى طالب بطعم الجبنة وطالب بطعم الكباب طبعا حسب الإعلان أيضا تعليق آخر من رمضان بيقول المشكلة طيب ده التعليق اللي معنا شكرا جزيلا حسام يحيو أشكر ضايفي في السوديو الكاتب الصحفي أنا أستاذ محمد مونير شكرا جزيلا لك وبهذا نصل إلى ختم هذه الحلقة من مصر الليلة مشاهدين أو تبعنا فيها هذه الموضوعات وهي تمهد لإنشقاق والضرب الاستقرار في هذا الوطن شيخ الأزهر يعقد مؤتمرا يطالب الوعاث بالتصدي لمضاهرة 28 نوبمبر وما سمها بفتنة رفع المصاحف والسلطة في حالة استنفار وتعلن تدابير استثنائية فلماذا التهويل من مظاهرات لن يشارك فيها معظم حلفاء الإخوان يسر أصحابها على أنها ستكون سلمية بعد عام على صدور قانون التظاهر هل نجح في إخماد الاحتجاج وإعادة هيبة الدولة أم أنه صدر لقمع الحريات التي جاءت بها ثورة يناير نتائج أولية غير رسمية لانتخابات الرئاسة في تونس ترجح جولة إعادة بين المرزوقي والسبسي والإقبال بلغ 64% والجزيرة مباشر مصر تصلف الضوء من هناك على ما تبقى من الربيع العربي نحن نعمل مشروع كده مع شركات الإعلانات زي ما أنتم تعملوا إعلانات يعني بحيث أننا نعمل زي كوية سأوي ومجاني أطفال المدارس في مصر من وقود للإهمال على الطرق وفي المدارس إلى لوحة إعلانات حسب اقتراحي وزير التربية والتعليم حتى ليلة مصرية أخرى والسهر نتمنى أن تكون أفضل من سادقتها نترككم في رعاية الله وأمنه وإلى اللقاء